يجب أن يتمتع لعب الفنون القتالية بقوة بدنية إلى جانب طبعا اللياقة حتى يستطيع تطبيق التكنيكس المستخدمة بشكل قوي ومؤثر فهي الشيء رئيسي في الرياضات القتالية وإذا كنت تمارس الرياضات القتالية في أحد الأندية سجد أنك تستغرق نصف أو أكثر من نصف وقت التمرين في تأدي التمارين القوة البدنية والإحماء والمرونة فعلا يحمده أيضا مشاهدين للمزيد من التفاصيل ويانا ضيفنا في الستيديو الأستاذ والكابتن هيثم الزرعوني مدرب ومحكم دولي في فنون القتال واللياقة البدنية صباحك ورد وقوة ونشاط صباحك نور السرور يا حياتي بداية كابتن يعني أول ما فتحوا الجمس كل الناس كانوا مستنسين اللي مهتمين بموضوع الرياضة موضوع الرياضة والجم إلى ما بعد كورونا شو؟ الجم مثل ما تفضلت أول ما فتحوا الناس كلها تبغي تسير الجم ترجع للحياة الطبيعية والغالب منهم كانوا يتمرنون في فترة الحجر الصحي كذلك في البيت سواء في البيت أو في مناطق من أعزل كانوا يتمرنون فيها فالتمرين بيرجع نفس ما كان لكن مع وجود الاتزامات خاصة بالكمام والقفاز والمرايكلة والمسافة المحتاجين في الجمات إذا كنت تتكلم عن اللياقة البدنية والمرايكلة في الفنون القتال نحتاج مساحات أكبر لأنه في الفنون القتال تجدون في ممارساتهم معنات قريب الشخص للشخص الآخر وحتى المدرب لما يدرب اللاعب يكون مواسك الهدف وبعد يكون مسافة أقل من المتر ونصف أو المترين فبعد كوفيد نايتين يكونوا مستمرين من المساعدة إن شاء الله إن شاء الله نحن نتمنى أنهم يسوي لكم مثل نفس ويل عبتويل الذي هو الافتراضي تضاربون افتراضي وهذه الأمور يا رب استوى بطولات في فترة الحجر بطولات كيك بوكسنج افتراضية عندنا الاتحاد العربي الخاص بالكيك بوكسنج قام بطولة شادو في البداية للكبار على المستوى الكبار والأدفانس الشادو بوكسنج الملاكمة طلعين الفنيات كلها تحتاج إلى سرعة ولياقة ومروان لكن لا تحتاج إلى قوة وليس يحدث قدامك لا يحدث قدامك فهو يعتبر شادو فتم تنظيم البطولة وتم من كل دول العربية ومن بعدها خلوها للبنات والصغار كلهم يشاركوا فيها صحيح كلهم يفتراضي كابتن أكيد فيه ارتباط وثيق بين موضوع اللياقة البدنية وأيضا الفنون القتالية خبرنا أكثر عن هذا نعم مرتباط مباشر لأن الفنون القتالية مثل ما نتعارفين عبارة عن جولات قتالية الجولات القتالية فيها من ثلاث جولات إلى خمس جولات إلا إذا تكلمنا عن البوكسنج ما نوصل لدينا عشر جولات قتالية الجولات هذه الثلاث جولات إذا كان المقاتل ما عنده اللياقة الكافية حتى لو كانت عند الفنيات وحده لو كانت عند الكرزمة والنجاذ بالجماهير لكن مبعم كان يكمل الثلاث جولات فيعتبر مقاتل عنده أمور سلبية فبشكل مباشر نحتاج اللياقة البدنية أيضا بما أننا ذكرنا موضوع اللياقة البدنية كيف من الممكن أن أي شخص سواء كان مقاتل أو متمر عادي أن يرفع من اللياقة البدنية؟ اللياقة البدنية بالبداية لازم نحدد الشخص نفسه هل هو مبتدأ هاوي أو محترف فبناء على هذا يتم وضع خطة تدريبية للشخص هذا على سبيل المثال الهاوي بتكون تدريباته في أغلب ثلاثة أيام في الأسبوع فخلال ثلاثة أيام في الأسبوع لم تفضلت النصف إلى فوق النصف من الحصة التدريبية هي عبارة عن اللياقة فإذا كانت الحصة التدريبية الخاصة بالهاوي ساعة ونصف فساعة كاملة بتكون خاصة باللياغة والمحترف إذا كانت عندها بطولة قريبة مثلا من بعد شهر فيحتاج تمرن مرتين في اليوم فالصبح وفترة الصباحية بتكون خاصة باللياغة والفترة المسائية بتكون خاصة بالتكنيك والأمور شو هي أنواع الرياضات أو أنواع خلينا نقول للأشياء اللي ممكن يسويها اللي يتزيد من اللياقة البدنية عند المقاتل نعم التمارين إذا قصدت في ما يقصد التمارين شو الأنواع هاي التمارين نعم التمارين عندنا الجري بسرعات مختلفة على سبيل المثال مسافات نتكلم من بين الثلاثة كيلو إلى الستة كيلو هاي دائما تكون كتسخين مقابل الحصة التدريبية من ثلاثة كيلو إلى ستة كيلو وفي السرعات معينة ومن بعدها إذا كان نتكلم عن شخص محترف فبيكون واصل في مجال الجري للسبرنت السرعات المفجارية نسميه نحن من بعد الثلاثة كيلو تكون عندك سرعات السبرنت بالإضافة عندنا نط الحبل من التمارين اللي ترفع اللياقة عندنا التمارين التتابعي اللي تكون أكثر من التمارين شبيهة بالكروسفت فسكوات بيكون عندك بوش أب بطن بالإضافة إلى جولة الهداف مع المدر فهي من الأنواع الخاصة بالتمارين لنستخدم اللياقة وأيضاً هيثم بما أنك محكم دولي أكيد عارف كيف ممكن الشخص يحرز الدرجات المتقدمة هل اللياقة تكون واحدة من هذه الأشياء أو المسببات لهذا الشخص يحصل على الدرجات المتقدمة في المسابقات؟ في أغلب من القتال نعم تحتاج أن تكون لياقة معينة على سبيل المثال إذا تكلمنا عن الكيك بوكسنج الكيك بوكسنج نوع من أنواع الكيك بوكسنج الكيك بوكسنج إذا كنت صاحب حزام بني على سبيل المثال فتبغي ترقي الدرجة هذه إلى الحزام الأسود فتحتاج أن تسوي مثلا بوش أب 60 ومن بعدها سكوات 60 ومن بعدها تمارين مختلف للبطن 150 ومن بعدها جولات عندك سبارينج اللي هي القتال مع شخص ثاني بس ما يطيح بالضربة القاضية خمس جولات فلازم تكون عندك اللياقة هاي عشان تغير الحزامك من البني إلى الأسود نعم نزان عندي سؤال أنا وحمده نقدر نسوي تمارين اللياقة البدنية للمقاتلين ليش لا؟ أصبري شوي سمعي بالأمكان بالأمكان تعدين التمارين هذه لكن الحدبة تكون أقل على سبيل المثال إذا تكلمنا الجري ثلاث كيلو الشخص الهاوي بيكون كيلو واحد إذا كانت المدة في الجري ثلاث كيلو في الكيلو الواحد للشخص المحترف أو المتدرب أو الأدفانس يجب أن يخلصها في خمس دقائق أو أربع دقائق الكيلو الواحد ستكون عندكم في ثمان دقائق إلى سبع دقائق الحبل كذلك يعتبر من التسخين ربع ساعة حبل ستكون عندكم تقريبا ثلاث دقائق إلى أربع دقائق فحدة التمارين تقل لكن بالأمكان تؤديونا شفتي يتعبون منهم صدقيني بنتعبهم صدقيني نجرب حلوة التجربة صح يا كابتن إلا أن كابتن أيضا من الرفنون قتائت درجة تحت هوايد فنون هل من الممكن أنه اللياضات البدنية أو اللياقة البدنية تخليني مثلا أنتقل من رياضة إلى رياضة أخرى؟ هل هي كفيلة تنهت سوي هذا الشيء؟ أكيد لأن المقاتل المقاتل يعتبر رياضي شامل في الغالب تتكلمنا في مجال جري كثير من العدائين والذين يحفظون مراكز متقدمة هم بالأصل مقاتلين لأن الروتين اليومي فيه جري مثلا إذا كان داخل سباق جري ثلاث كيلو ثلاث كيلو يؤديها في أربع دقائق السباق الجري كأنك تيب ريكورد عالي تيب ثلاث كيلو في عشر دقائق فهو متعود على هذه السرعة فيدخل هناك وهو مرتاح بالإضافة إلى السباقات الأخرى مثلا السبارت الريس الدزارت ووريور اللي هي سباقات الحواجز كأنك تشل وزن وتجريبه فهو متعود على هذا النوع من التمارين العادة في يوم يدخل يدخل حتى مو بمرحلة الهوى مع أنه مو بلعبته أو رياضته يدخل المحترفين وهي بمراكز متقدمة وفيها مثل كثير كابتن اللي بيسوي أكيد تمارين اللياقة البدنية المفروض يكون مهتم بموضوع غذاء صحيح يعني تركيز على موضوع البروتين في الجسم متابعة خلينا نقول نظام غذائي خبرنا أكثر عن هذا الموضوع أكيد المقاتلة أو الشخص اللي يمارس اللياقة البدنية من العادة لازم يحافظ على الكتلة العضلية في جسمه لأن تعطيل مثل ما تقولين القوة اللي بتساندف الجولات القتالية بالإضافة إلى أنه محصور في أوزان معينة مثلا إذا الشخص كان وزن 66 وهو فئته في القتال تحت 63 فعنده ثلاثة كيلو مثلا البطول من بعد شهر فالثلاثة كيلو لازم ينزلها لكن ما ينزل كتلة عضلية لازم ينزل نسبة الدهون قدر المستطاع نحنا كمدرية ما نفعله وقتها نرفع مستوى اللياقة فنستفيد أن يحرك سعرات حرارية ويكتسب اللياقة نحتاجها في البطول لكن زيادة الكتلة العضلية ليس من الممكن أن تزيد وزن لأن خاصة الكتلة العضلية من الممكن أن تزيد الوزن في بعض الأحيان نوعية اللياقة البدنية نوعية التمارين استخدامها في اللياقة البدنية من النوع الذي يتثبت الكتلة العضلية أو تنزل قليلا منها ليس من النوع الذي تضيف لأننا لا نرفع أوزان أكثر من وزن الجسم بالتالي العضلة تصح أن فيها وزن كأنها سلد عكس المورثاني في الجسم لكن يتثبت ينزلها هناك أشياء بعد مرة لا نضع عليها الفوكس وهي مثل ما قلت الوزن هناك أشياء عندما نفكر بالفنو القتالية نفكر بالساعات الطويلة للتمرين والفيتامينات وهذه الأمور لأنه مثل ما قلت له الوزن يمكن أن يشكل مشكلة عند اللاعب بالفنو القتالية أيضاً الطول تهتم بالطول أيضاً ما من الأشياء التي لا نقع عليها لأننا نطلع إليها بصورة كبيرة مثل الطول الوزن وهذه الأمور ما أيضاً يتطلب منكم؟ يتطلب مننا إذا تكلمنا عن الطول الوزن هذه مشكلة صادف الكثير من المقاتلين على سبيل المثال تكون عنده كتلة عضلية كبيرة وما أخذ وزن مثل ما تفضلت لك كتلة عضلية تأخذ وزن صحيح ما أخذ وزن ويدخل مثلاً القتال تحت وزن 71 تحت 71 وهو عنده كتلة عضلية معناته هذا الشخص ليس طويل هذا الشخص قصير والشخص الذي يدامه كفايتر ثاني أو مقاتل ثاني تلقينا طويل وضعيف فتركيز فيواجه مشكلة أن الشخص الطويل يسبب له ركلات طول الراوندات أو الجولات هذه ركلات بالرجل عكس القصير الذي يبغي الكلوز رينج وقتها فهذه المسببات تتأثر علينا من حيث الطول والوزن وفيه أمور أخرى من حيث المرونة فيه كثير من المقاتلين ما تكون عندهم المرونة الكافية مثلاً يبغي لعب أو يدي الضربة أو الركلة وهي العالية ما كانت عند المرونة أن يفتح الرجل لهذا المستوى فتلقى يركز على أشياء ثانية لذا كان المدرب يركز على اللاعب اللي عنده يركز أن أدخل الراينج أدخل الكلوز رينج وأسد الضربات مثل ما تقول اللو كيك أنك ما تخلي الشخص الذي يستمر أنه واقف على ريلة صحيح فأنت ما بمكانك تأدي الهاي كيك لكن عندك مجال ثاني تلعب نعم بما أنك موجود اليوم ويانا في الستيديو كابتن عرفنا أكثر عن أنواع الفنون القتالية والتي تندرج تحت أكيد فن الفنون القتالية الفنون القتالية مختلفة إذا تكلمنا MMA اللي هو Mixed Martial Arts تحتها تندرج رياضات مختلفة إذا تكلمنا عن الكيكبوكسنج هي ما تسمى رياضة الكيكبوكسنج تسمى رياضات الكيكبوكسنج لأنها فيها أنواع مختلفة عندك الميوزيكل فورم هي نوع من أنواع الكيكبوكسنج لكن لا تحتاج أن تؤديها مع شخص ثاني أن تضربه بطريقة أو بقوة عالية لأنها ميوزيكل فورم يعني أنه يؤدي حركات الفنيات عندك Light Contact Light Contact هو نوع كذلك من الكيكبوكسنج النوع هذا القوة القتالية ستكون أقل من 50% حتى إذا مثلا أنا كنت أتبارز مع شخص ثاني و ضربته بضربة قاضية أعتبر أنا خسرا لأنها ليست من شروطها أن يطيح الشخص هذا قاضي و عندك نوع يسمى Full Contact اللي هي الضربات كلها من فوق الحزام فهذا يحتاج مرونة و لياقة عالية من المقاتل لأن طول الوقت تلقى يرفع عريل فوق وأي ضربة تحت تعتبر warning عندك K1 هي مثل ما نقول أصعبها أو أقواها من بينها بمكانك تضرب بالركبة وهي نوع من أنواع الكيكبوكسنج والرياضات البعيدة عن الكيكبوكسنج تكون عندنا الجوجوتسو و الجودو اللي هي الرياضات الأرضية نعم غير عن الكيكبوكسنج و عندنا رياضة تعتبر من الأشرس رياضات اللي هي المويتاي المكالمة الملاكمة التايلندي كثير قوية فيها ضربات قريبة من الكيكبوكسنج فيها ضربات الركبة و كذلك الأكواع أيضا بما أن ذكرت كل أنواع الفنون القتالية بعض منها بعضها لو دخل أيحد في هذا المجال كبداية شو المفروض أن يبدأ لأنك ذكرت في جوابك السابق أن من الممكن أن هو ينتقل من الرياضة إلى أخرى فكبداية وين يبدأ؟ يشوف نفسه في البداية في كثير من الناس ما يعرفوا مثلا ييب ولده الوالد ييب ولدي و يقول أنا أريد أن أدخل الكيكبوكسنج عشان يكتسب ثقة و يكتسب مرونة و يعضلة و أمور هاي كلا لكن ولدي من النوع اللي ما يتحمل الضرب تمام؟ يقول لك أنا أدخل الكيكبوكسنج اللي هي أصعبهم و اللي يجب أن يكون قوي جدا فالوالد هذا ليس من نوع اللي مثل ما تقولي الشرس أو عند قابلي أن يتحمل حتى الضرب يمكن أن يكون ضعيف جدا فلازم تهيئ الوالد لا يعني لدخل الكيكبوكسنج هذا النوع دخل اللايت كونتاكت اللي فيه مرونة فيه قوة و سرعة لكن ليس نفس هذا النوع من الرياضة لازم تعرف الشخص هذا يتكلمنا عن الأطفال الشخص الكبير في السن كذلك لازم تعرف نفسك أنت هل عندك إصابات معينة ممكن هذا النوع من الرياضة يأثر عليك مثلا الجوجيتسو يدخل الجوجيتسو وهو عنده إصابة في الكتف و عنده إصابة في الركبة و يبغي يحط في باله أنه يوصل مرحلة ما بعد الحزام الأزرق البنفسجي والبني فأنت في هذه المرحلة عندك تكنيك موجود في الجوجيتسو أنك تستخدم الرجل اليوساب مشا عن طريق الرجل وهو عنده إصابة في الركبة فكيف يقيم نفسه أنه بمكان يوصل لها المرحلة صحيح إلا إذا كان هاوع صحيح العديد من أكيد المقاتلين والرياضيين يحتاجون لمكملات غذائية يقدرون يشلون الأوزان هذه وممارسة الرياضة خاصة أنه في تركيز وايد على رياضة لساعات طويلة ليس نفس الأشخاص العاديين خبرنا أكثر عن هذا الموضوع عندما يخص المكملات الغذائية والتغذي دائما نركز على الأكل الصحي قبل أن نمشي على المكملات لأن في النهاية هذه المكملات الغذائية إذا مشيت على الأكل الصحي كانت نسبة كنت فيما يخص البروتين الاحتياجك اليومي من السعرات الحرارية على سبيل المثال إذا كان وزنه مناسب الشخص هذا وسعرات الحرارية التي تثبت على هذا الوزن مثلا سأقول 2000 سعرات حرارية في اليوم إذا كان اكتساب من حيث الأكل الذي هو نسبة البروتين والكاربوهدرات والدهون الطبيعية والفيتامين الذي دخل في جسمه عن طريق الأكل الطبيعي نبعد كل البعد عن المكملات الغذائية لأنه عندنا تست في النهاية نحن ممكن يمشي في أمور المكملات الغذائية على سبيل المثال إذا خذ البروتين المصر الحليب أو الأمينو أسد والأمور هذه كلها عشان ما يخسر من العذرة لكن إذا اطورت الحالة أن يأخذ منشطات ففي تست قبل الفيت هذا فهذا يبين ويحرم من أمور كثيرة حتى يصير ترياضي إذا خذ المقاتل مكملات مش المكملات منشطات من الممكن أن يخسر ينحرب حتى كثير السنة كاملة ممكن لا يدخل أي جولة أو أي فايت موجود رسمية على سبيل المثال لأن هذه أمور استرقتد في الموضوع فالمكملات الغذائية قد لا نستطيع نقلل منها لأن احتياجنا اليوم نحن لا نصحب كمالة سامع على سبيل المثال نحتاج كتلة عضلية كبيرة لكي نوقف على سبيل ونبين الأبرز والعمق العضلي نحن مقاتلين المقاتل وقتها يركز على سرعته وقوته والأمور هذه كلها واللياغة أكثر من الهيئة الجسمية كذلك لأن في النهاية لا يشتغل يأمي بالأمية كقوة لكن لا يأمي بالأمية حتى هيثم في وجود مثلا مثل ما ذكرت في الأطفال ولهم رواج كبير في هذه الألعاب منها مثل ما ذكرت الجوجتسو حتى دخلت فيه ضمن المنهاج الدراسي في مدارس بوظبي والشيخ محمد بن زايد أيضا متواجد في كل هذه المسابقات دعما للفكرة خبرنا كيف من الممكن أو ليش حطوا هذه الفنون القتالية ضمن المنهاج الدراسي ويدربون أطفالنا عليها نعم الرياضة أو هذا النوع من الرياضات والفنون القتالية تحتاج التزام الكثير من اللاباء يقول لك أنا ولدي عند طفرة ومشاكس طول الوقت الفنون القتالية تحتاج فيها التزام احترام أخلاقيات قبل ما تبدأ الحصة التدريبية أسأل مثلا تكلمنا عن الجوجتسو تحتاج أنك تصف وتسلم على الكابتن اللي جدامك بطريقة معينة نسميها الأوس فتسلم عليه ومعدها تصف حتى بعد الحصة التدريبية يصفون بناء على الأقدمية أو بناء على الحزام فعندك التزام ولو الشخص مثلا كان يريد أن يسير دورة المياه يجب أن يستأذن وفي أي وقت حتى يشرب ماء فهل التزام وهل أخلاقيات في فترة معي يانا صحيح نورتنا اليوم أكيد كابتن هايثم الزرعوني في صباحنا أنا وحمد اليوم وأيضا للمساهدين في بيوتهم يا أتك العافية نور مساهدين أفاصل ورادين لفقرات برنامج صباح الخير يا وطن خلكم يانا